اشتركوا في القناة محاولة الصد عن ألوهية المسيح انت كيف قرآنك بتكلم انه بيحاول ينفي ألوهية المسيح كما حاول جاهدا فاشلا أن ينفي الصد معنى أمور كانت موجودة منتشرة في المجتمع وهو بيحاول ينفيها لبقى دي حقيقة مش زي عزير ابن الله في حتة صغيرة كده كلمة وردت عشان بس يتهم اليهود النم كفار أصلعي الزريعة يعمل ايه فيجيب لهم نص لا لكن لاحظ الكم عن المسيح في محاولة نفي ألوهيته وفي محاولة نفي صده فمعنى كان فكر منتشر وموجود فازاي حضرتك بتقول لا في كتبنا ولا في كتبهم